أريد أن نبه أن كل من يتكلم باسمي بأنني زكيته أو أني فعلت كذا وفطيت فتوى بشيء معين عليه أن يثبت ذلك ولا يقبل منه هذا القول إلا بتوثيق وفيما يتعلق بالفتاوى كل فتوى أعتد بها هي ما كانت موجودة في موقع التناصح الموقع الذي يديره وعلى صفحة الفيسبوك في الشبكة الفتاوى الموجودة في هذين المكانين هي منسوبة إليها حقا وقطعا وما عدها يجب على صاحبها أن يثبتها وإلا لا يأخذ بقوله ولا يصدق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر